الحضارة الإسلامية هي إحدى أعظم الحضارات في التاريخ وقد ساهمت في العديد من المجالات بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والأدب نشأت الحضارة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي وسرعان منتشرت إلى أجزاء أخرى من العالم بما في ذلك شمال إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط وأسيا الوسطى تميزت الحضارة الإسلامية بفترة من الازدهار الثقافي والحضاري وقد ساهمت في العديد من المجالات العلوم ساهم المسلمون في العديد من المجالات العلمية بما في ذلك الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب والهندسة والتكنولوجيا أيضا ساهم المسلمون فيها في العديد من التقنيات بما في ذلك الورق والطباعة والصناعة والهندسة المعمارية أما عن الفنون فقد ساهم المسلمون في العديد من الفنون بما في ذلك العمارة والموسيقى والشعر والأدب وقد أثرت الحضارة الإسلامية على العالم بأسره وقد ساهمت في نقل العلوم والتكنولوجيا من الشرق الأوسط إلى أوروبا كما ساهمت في نشر الإسلام في العديد من دول العالم وتتكون الحضارة الإسلامية من العديد من المكونات بما في ذلك الدين الإسلامي فالإسلام هو الدين الرسمي للحضارة الإسلامية والدول الإسلامية وهو يلعب دورا مهما في جميع جوانب الحياة الإسلامية أما عن اللغة العربية فهي اللغة الرسمية للحضارة الإسلامية وهي اللغة المستخدمة في قراءة القرآن الكريم فقد نزل بها وكذلك كتابة الأدب الإسلامي أما عن الثقافة الإسلامية فهي مجموعة من العادات والتقاليد والقيم التي تميز الحضارة الإسلامية فقد ساهمت الحضارة الإسلامية في العديد من المجالات وأثرت على العالم بأسره فهي من أعظم الحضارات في التاريخ وما زالت تتمتع بأهمية كبيرة حتى اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر